مش مهندس على ذكر الأحداث وجاءنا البيان التالي بقى على رأي الله طبعا يعني أنا بس عايز أفهم الجمهور أثيرة خبر طبعا هم الناس كتير جدا اللي هو اللجنة التحكيم اتخذت اللي كانت بين النادي الأهلي وشركة ميسك بخصوص قناة الأهلي اللي اتنين كانوا راحوا للتحكيم قدت بتعويض قدره 178 مليون جنيه تعويض أو مستحقات لده ميسك الخبر جاء بدون تفاصيل فكل واحد اجتهد أنه فسروا بطريقته أعتقد البيان ده المفروض أنه حيوضح حاجات وجلنا دلوقتي وإحنا دخلين على الستوديو من شركة الأهلي للإنتاج الأعلامي من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والأستاذ ياسر فتحي المستشار القانوني للشركة اللي هو المنوط به أن يمثل النادي الأهلي أو الشركة في هذا الملف طيب بيقول هذا البيان أصدر الأستاذ ياسر فتحي المحامي والمستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بيانا بإضاحة الحقائق حول ما أثير إعلاميا بشأن الخلاف المتداول بين الشركة وبين شركة ميسك الدولية للإنتاج الفني أوضح فيه قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة ومغرضة عن الحكم ضد النادي لصالح شركة ميسك وهي الأخبار التي تتواكب وترتبط بالحملة المخططة لتشويه صورة النادي الأكبر مصريا وعربيا وأفريقيا وأيضا تشويه مجلس إدارتي الذي أخلص العمل فحقق الإنجازات وبيقول البيان نصا ويهيب بكافة وسائل الإعلام والأشخاص العاملين والمهتمين بالنشاط الرياضي ألا يتورط بمخالفة القانون بنشر أخبار كاذبة وغير صحيحة الغرض منها النادي الأهلي بمخالفة القانون وبتغريمه بمبلغ 178 مليون جنيه لصالح شركة ميسك ولذلك نوضح الحقائق الآتية كما ينص البيان أولا أن المنازعة التحكمية مع شركة ميسك الدولية مازالت متداولة ولم يتم الفصل فيها بأي قيمة مالية ثانيا أن النادي الأهلي ليست طرفا مع شركة ميسك في أي تعقدات وأن ما ذهبت إليه هيئة التحكيم من قبول إدخال النادي الأهلي هو إقرار متيقا من إبطاله لهذا السبب فضلا عن أسباب أخرى قانونية عديدة تمثل أسباب بطلان للحكم ضد النادي ثالثا حسب البيان أن المغرضين مروجي هذه المعلومات يصيبون دون قصد قيادات من مجال السابقة للنادي حيث أن هيئة التحكيم في حكمها الجزئي بفسخ العقود المبرامة بين شركة ميسك وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي قد أسست الحكم على مستندات تم إبرامها وإصدارها من قبل مجلس الإدارة السابق للنادي ولا علاقة للمجلس الحالي سواء أثناء توليه المهمة بالانتخاب أو بالتعيين بأي من تلك المستندات التي تسببت في الحكم الجزئي فاستندت إلى الخطاب الصادر من السيد حسن حمدي بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنزاك إلى السيد رئيس شركة أو لجنة البث التلفزيوني بتاريخ 14-1-2013 بمناسبة إجراء مزايدة للبث التلفزيوني لمسابقة الدور العام لقرة القدم والذي أشار فيه إلى حفظ حقوق قناة الأهلي في إذاعة المباريات لأننا ملتزمون بها تعاقديا بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كلية بموجب عقد تم إبرامه في 1-1-2009 ويضيف البيان كما استندت هيئة التحكيم إلى التعاقد المبرم بين النادي الأهلي تحت رئاسة السيد حسن حمدي وبين غرفة صناعة الإعلام في 11-3-2014 والتي من خلالها احتفظ النادي الأهلي لشركة ميسك بالحق في إذاعة المباريات بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كلية بموجب عقد تم إبرامه في 1-1-2009 ويضيف البيان الصادر من الأستاذ ياسر فتحي رابعا أن تقرير الخبير الذي استخدم مؤخرا للنيل من مجلس الإدارة الذي أدى الأمانة قد تمت مناقشته في حضور الخبير أمام هيئة التحكيم وقد اعترف الخبير بأنه لم ينفذ أحكام القانون أو أحكام العقد وحمل المسئولية لهئة التحكيم لعيوب في نص حكمها الجزئي مما يقطع بأن التقرير بمنتهى إليه مليء بالأخطاء وأن الأخذ به يؤدي لبطلان جديد في الحكم المتوقع صدوره ونحن لا نصادر على الحكم قبل صدوره ولكن نعلم أننا نطمئن إلى أن الحكم سيقضى ببطلانه إذا تجاوز في حق الأهل تأسيسا على هذا التقرير غير القانوني وغير المهني ويختتم الأستاذ ياسر فتح المحامي والمستشار القانوني لشركة الأهل للإنتاج الإعلامي بيانه بالبند خامسا أن شركة الأهل قد أقامت دعوة تحكمية ضد شركة ميسك يطلب إلزام ميسك بتعويض شركة الأهل عن الإدارة الفاشلة لقناة الأهل من ميسك بمبلغ 140 مليون جنيه وهي الدعوة المتداولة أيضا كسابقاتها ولكن تغافل عن ذكرها المغرضون وتأتي هذه الأخبار لتمثل محاولة جديدة للنيل من الأشخاص والإنجازات ونحن نعلم أن التحديات تأتي بقدر الإنجازات ونثق في الله وفي قدراتنا ده البيان الصادر عن الأستاذ ياسر فتح المحامي المستشار القانوني لشركة الأهل للإنتاج الإعلامي يهمنا الحقائق التي أوردها الأستاذ ياسر كما رأيها أو هي التي استند إليها في دفوع ودفاع عن موقف شركة الأهل للإنتاج الإعلامي هو وضح نقطة هنا أن الحكم ليس وأن كان موجها إلى النادي الأهلي ولكن الخلاف مع شركة الأهل للإنتاج الإعلامي فأنت بتوجه لي حكم؟ آه صحيح أنا ليه علاقة وثيقة بشركة الأهل للإنتاج الإعلامي لكنك أنت موجهت الشرح حكم لشركة أو يعني هو بقول أن أصلاً ما فيش حكم لسه أن القضية متدولة لكن الكلام المتدولة اللي أعلن أن الحكم موجه لتغريم الأهل ولم يقل تغريم شركة الأهل للإنتاج الإعلامي الفرق بقى ده حنفهمه بعدين يعني ما ضروري فيه فرق طالما أنه قال كده إنما الحقيقة الأخرى أنه لم يصدر حكم لم يصدر حكم وإنما مزالت القضية متدولة وإن مشكلها طلبات بمئة وتمانين مليون جنيه والأهلي بيقول أنا عايز مئة واربعين مليون جنيه وإن الحكم لم يشمل الحكم الذي نشر يعني لم يشمل حقوق الأهلي هل حيحصل كليم يخلص ده ولا حيبقى فيه إيه في النهاية أنه كمان أراد أن يؤكد على أن الخلاف استند إلى ارتبطات سابقة طبعا لأن قناة الأهلي ما توجدتش 2015 آه 2009 آه 2008 2008 2007 6-8-2008 آه 6-8-2008 إذن هو بالتأكيد خلاف كذوره قديمة لأنه كان فيه حقوق متبادلة وكل شوية شكلها كان بتغير بين الطرفين إحنا بنشرح هذا الكلام عشان الناس تفهم أن الموضوع مازال قيد المداولة لم يصدر بشأنه حكم بات في هذا الأمر وأن المحامي ده اللي يهمني جدا بقى في الموضوع ده واثق جدا من موقفه بيقول أنه هم يعني بإذن الله الحكم حيكون صالح لعل لنا نغلق هذا الملف أو إذا كان الأستاذ ياسر يحب يشرحه بطريقة أبسط من لنا نعمل إن شاء الله في يا رب يتواصل معنا ويشرح هذا الموقف الأهلي يعني مش هنبقى سعداء لو اتحكم على الأهلي بأي غرمات إن شاء الله يتم إضحى الأمر وإن شاء الله الأهلي يأكد على أنه ماشي في خطواته السليمة زي ما مجلس الإدارة أخذ خطواته لاستعادة القناة ثم وضع القناة على الطريقة التي يستحقه النادي الأهلي وتستحقه جماهيره